أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية عن مشاركة في توفير المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأطفال والأسر في قطاع غزة تضامناً مع حق الطفل في الحياة وحصوله على المساعدات الأساسية في بيان له أكد مجلس القبائل والعائلات المصرية أن مشاركته بقواف المساعدات تأتي اتصاقاً مع جهود الدولة المصرية لرفع المعاناة عن الأطفال في قطاع غزة وذلك في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدونها قالت الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة نيفين عثمان إن ما يتعرض له الأطفال في غزة يخالف كل المواثيق الإنسانية والقوانين الدولية ولابد أن تتوقف الأعمال العدائية التي يذهب ضحيتها الأطفال والتي تنتهك كل حقوقهم